أكد ساعدة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن اعتزاز جلالة الملك المفدى وتثمين سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا يمثل دافعا لمواصلة العمل بذات العزم والعمل بروح الفريق الواحد نحو خدمة مملكة البحرين وأشاد حميدان بجهود موظفي ومنتسبي الوزارة وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات في المجالات العمالية والحماية الاجتماعية موضحا أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة مؤكدا أن هذا التكريم الملكي يعد دافعا لمواصلة العمل بنفس الوتيرة وبذات العزم لتحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية جاء ذلك لدى تفضل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من منتسبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنفاذا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية وقد هنأ سعادة الوزير الحاصلين على وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي معربا عن شكره وتقديره لمنتسبي الوزارة لجهودهم وإسهاماتهم المخلصة ضمن الجهود الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح من جانبهم أعربا منتسبوا الوزارة الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم السامي مؤكدين تشرفهم بتسلم هذا الوسام الذي يعد حافزا لمواصلة العطاء والعمل والإنجاز لخدمة مملكة البحرين اشتركوا في القناة